وتامت الأجهزة الأمنية الأمريكية روسيا مرارا بأنها تنفذ هجمات إلكترونية وتنشر عددا كبيرا من الوثائق السرية وتحاول تأثيرا على نتائج انتخابات رياسية الأمريكية ردا على ذلك قالت ماريا زاخروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أمس الخميس في مؤتمر صافي في موسكو إن روسيا مستعدة لإجراء محارثات مع الولايات المتعدة حول قضية التهديدات الإلكترونية لكن الولايات المتعدة ظلت صامتة حتى الآن وعربت زاخروفا عن أملها بأن تحافظ الولايات المتعدة على أقلانية كافية ولا تبدأ بصراع بين الطرفين في مجال الشبكة العالمية حول اتهامات من واشنطن قالت زاخروفا إنها تنذف بزيارة الضغط على روسيا مضيفة على أن هذه الممارسات جزء من حملة الانتخابات في الولايات المتعدة حيث يستخدمها أحد الأحزاب فقط للحصول على أصوات الناغبين